أهمية كبيرة توليها مصر لقناة السويس منذ تأميمها وعلى مدار 65 عاماً وعلى مر سنوات تواصل الدولة مشروعاتها لتحويل القناة لمشروع اقتصادي بامتياز وتعظيم دورها كشريان لحركة التجارة العالمية دوماً ما تكون المشروعات الكبرى هي قاطرة تنمية للدول وعلى مدى عقود مرت أدركت مصر أهمية مشروع قناة السويس ومنذ تأميمها وعلى مدار 65 عاماً تعمل الدولة على تحويل قناة السويس لمشروع اقتصادي بامتياز وتعظيم دورها كشريان رئيسي لحركة التجارة العالمية في أعقاب انتهاء العدوان السلاثي على مصر وعودة الملاحة في القناة قامت الدولة بتنفيذ مشروع ناصر بهدف زيادة القطع المائي لها وزيادة الغاطس المسموح بها للسفن العابرة بالإضافة إلى إنشاء ترسلة هيئة قناة السويس البحرية فضلاً عن تشكيل أسطول كاركات ومن أبرزهم كاركة خوفو وفي عام 1980 تم افتتاح تفريعة التمساح وتفريعة بورسعيد لتحقق وقتها مع تفريعات الأخرى ازدواج المجرى الملاحي في مسافة 68 كم من طول المجرى البالغ 179 كم من بورسعيد حتى بور توفيق في السويس واستمرت بعد ذلك مشروعات التطوير لمجرى قناة السويس لتواكب تطور صناعة السفن وبناء سفن أكبر في الحجم والحمولة مما أظهر الاحتياج إلى تطوير قناة السويس وفي عام 2015 تم إقامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد منطقة حرة ومركزاً تجارياً عالمياً على دفاف القناة للاستفادة من موقعها الاستراتيجية على طريق التجارات الرئيسي بين أوروبا وأسيا وفي إطار تلميات قناة السويس أيضاً تم حفر ستة أنفاق تربط المنطقة بدفتي قناة السويس كما تعمل على تسير الأنشطة التجارية من خلال ربط مدن القناة ببعضها البعض بالإضافة إلى سهولة الوصول لشبه جزيرة سينة كما شهد أيضاً عام 2015 إنشاء قناة السويس الجديدة بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسير السفن في الاتجاهين بدون توقف مما يقلل من زمن عبور السفن المارة ويزيد من قدرتها الاستيعابية لمرور السفن وفي مايو الماضي أعلنت هيئة قناة السويس عزمها توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة بطول سلاثين كيلو متراً بالإضافة إلى عمل ازدواج جديد في مجرى القناة بمنطقة البحيرات الصغرى بطول عشرة كيلو مترات في ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل اشتركوا في القناة